قد يدخل يوم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن التاريخ إذ يؤدي اليمين الدستورية وسط انتشار أمني غير مسبوق كما أن التقاليد المتعارف عليها أثناء تسلم السلطة ستتلاشى أغلبها بداية سيغيب الرئيس دونالد ترامب عن مراسم التنصيب فعندما يؤدي بايدن القسم سيكون ترامب قد غادر واشنطن محطما بذلك تقليد نقل السلطة فبمجب التقاليد يفترض أن يرحب الرئيس المنتهية ولا يتهو السيدة الأولى بالرئيس الجديد وزوجته صباح يوم التنصيب ثم يذهبون جميعا إلى مبنى الكونغرس لكن هذا لن يحدث في مراسم تسليم السلطة هذه المرة في حين سيحضر نائب الرئيس مايك بنس بدلا من ترامب كما أن سكان العاصمة واشنطن لن يكون بمقدورهم حضور المراسم التقليدية لمراسم تسلم بايدن الحكم حيث دعي سكان واشنطن للبقاء في منازلهم لمتابعة الحفل بسبب المخاوف الأمنية ومخاطر أزمة كورونا إضافة إلى أنهم في كل الأحوال لن يتمكنوا من حضور المراسم نظرا لتحول العاصمة إلى معسكر حصين حيث يقوم أكثر من عشرين ألف عنصر من الحرس الوطني والجنود الاحتياط بدوريات مسلحة فيما وضعت حواجز وكتل أسمنتية لحماية المباني الرئيسية وبجانب ذلك ستغلق منطقة ناشنال مول أمام الجمهور وهو مكان يتجمع فيه مئات الآلاف من الأمريكيين تقليديا لتحية رئيسهم الجديد وبدلا من ذلك سترفع رايات ولافتات يقارب عددها مئتا ألف تمثل المواطنين الذين لم يتمكنوا من الحضور على غرار ما يجري في كل دورة رئاسية ونتيجة لهذه الإجراءات التي فرضتها اقتحام مؤيدين لترامب ممنى الكونغرس سيكون حدث التنصيب تلفزيونيا في المقام الأول معنا من واشنطن المستشار الاستراتيجي في وكالة كاي جلوبل السيد دان ريني أهلا بك سيد دان معنا على سكاي نيوز عربية يوم مختلف عن كل أيام التنصيب أهلا بك كل أيام التنصيب التي شهدها العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وحتى التي كانت قبل حتى وجود التلفزيونات وراديوهات في الولايات المتحدة الأمريكية هل تعتقد أنه سيكون يوما مميزا للرئيس جو بايدن أم أنه سيفقد بريقة هذا التحدي في الوقت الحالي بالنسبة لإدارة بايدن وبصراحة لأي مسؤول حكومي في واشنطن العاصمة لا سيما من ناحية التواصل وبالنظر إلى هذا اليوم التنصيب عادة ما يكون هناك انتقال سلمي للسلطة وهناك ألاف من القوات العسكرية المحيطة بالعاصمة والتي به الكثير الحراسة الذين يحملون الأسلحة ويبدو الأمر كما أنه ثكن عسكرية بدلا من أن يكون انتقال سلمي للسلطة وأيضا حتى أن رئيس ترامب لن يحضر هذا الحفل وحيث كان في السادس من يناير الكثير من التظاهرات والتي انتشرت في العاصمة وطبعا سيكون الأمر يحيط بها التحديات وأمام هذه التحديات وهذا جزء أيضا من الأخبار وهناك تحدي الحكومة فيما بعد وأيضا هذا أمر كبير وبالنسبة اليوم التنصيب أعتقد أنه سيكون هناك إغلاق وسيكون هناك إحكام لهذا الإغلاق والتحدي الحقيقي في الوقت الحالي هو أن يكون هناك تأكد من أن الوضع لن يتأثر وأنه لن يكون هناك أي أدرار وأنه لن يحدث أي شيء مثل السادس من يناير لسيما مع انتشار كافيد وكل هذه الأمور في نفس الوقت وطبعا هذا ما ينبغي وأن تتخطاها الإدارة فيما بعد طيب سيد ريني بالنسبة للرئيس المنتهي ولايته الرئيس ترامب هو في أدنى حالته الشعبية بعض الاستطلاعات الرأي أعطته أقل درجة بالنسبة لأي رئيس في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية والذي نعرفه إلى الآن إلى أي مدى الرجل سيترك هذا المنصب سيترك هذا المشهد بتاريخة صعبة جدا إرث صعب جدا ممكن أن تذكره لجهة القادمة بأسوأ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية كنت تعلم التاريخ مكتوب من قبل الشعوب الناجحة ومن الواضح أن بقدوم جو بايدن فأنه سيقوم بكتابة هذا الأمر وأنه المسؤول الآن والحملات يمكن أن تكون أمرا شريرا مع تقدم الأشخاص والسياسة أيضا يمكن أن تكون لعبة قدرة وأيضا من المؤسف أن هذا هو الوضع ولكن هذه هي الوقاعة وبطريقة طبيعية كما تعلم أن الانتخابات بالنسبة لرئاسة أو الانتخابات لمنصب أصغر تتعلق بهذا الأمر وعلينا أن نلتف حول الولايات المتحدة في الوقت الحالي وأن نقوم برأب الصدع في الانقسام الذي حدث وأن يكون هناك أيضا دعم لهؤلاء الأشخاص الذين صوتوا لبايدن وأيضا أن حتى الأشخاص الذين صوتوا لترامب ينبغي أن يجتمعوا معا وأعتقد أن جو بايدن سوف يقوم بحل هذه الأمر وأيضا سيقوم بحل الأزمة الخاصة بكوفيد وإصلاح البنية التحتية ونعم طبعا بمجرد أن يخرج دونالد ترامب فإن هذا سيطرق وصمة في المنصب ولكن هذه الأمور يمكن أن تحل ويمكن أن يتم إصلاحها بسهولة والأنشطة الرئاسية التالية هي التي ستقوم بتوحيد كل الأمريكيين معا ومن الواضح أيضا أن ما حدث في السادس من يناير هي مدعاة للقلق ولكن أيضا كل المحافظين حول ترامب أيضا قاموا بالقاء اللوم عليه وأيضا كانوا يدعون لعزله بسبب هذه الأحداث والفكرة هي أنه ينبغي أن يتجاوز هذه الفكرة قبل أن يتقدم في سياسته والأمر هو أنه في الأوين القادمة سيكون هناك مهمة صعبة أمام جو بايدن وأيضا طبعا هناك الكثير من الأمور المشجعة أمامها الكثير من الأمور التي ينبغي إصلاحها فيما يتعلق ببنية التحتية وكوفيد وأيضا أن يكون هناك الكثير من الأمور التي ينبغي إصلاحها في البلاد وأعتقد أن هذا سيوحد الشعب من الحزبين وهذا سيكون جيدا وهذا ما سيجعل القيادة والزعامة إيجابية بالنسبة للإصناعين جو بايدن ودونالد ترامب شكرا لك من واشنطن المستشار الاستراتيجي في وكالة كي جلوبل سيد دان ريني شكرا جزيلا لك شكرا لك